مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجل إيران الجهول مدى الدهر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الإخوة الفضلاء الكرام حياكم الله تبارك وتعالى جميعا ونسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك الطيب أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة الفضلاء نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره جزيل الشكر وعظيمة على أن يسر هذا اللقاء الطيب المبارك بإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة المباركة مدينة تزنيت فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة وأن يجعل مجلسهم هذا في موازين حسناتهم وأن يسرهم به يوم لقاء الله كما نتقدم كذلك بالشكر الجزيل لإخواننا وأحبتنا في هذه الجمعية المباركة جمعية الإمام الشاطبي فنسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها والمتعاونين معها لما فيه الخير والصلاح وأن يجعل هذا المشروع مدرا عليهم الخير والحسنات إلى يوم لقاء رب البريات أيها الإخوة الفضلاء تعلمون أن عنوان هذه الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن حقيقة الأخوة الإيمانية هذا هو الموضوع الذي اقترحه الإخوة الفضلاء وهو موضوع جدير بالاهتمام وموضوع من الأهمية بمكان لأن هذا الأصل الذي هو الأخوة الإيمانية أصل عظيم من أصول الشرع وينبغي أن يذكر به بعضنا بعضاً بين الفينة والأخرى ولا ينبغي أن نغفل عن هذا الأصل أو عن هذا الأصل ولا ينبغي أن نتجاهله ولا أن نهمل الحديث عنه لماذا؟ لأنه أصل متشعب في جميع الشريعة الإسلامية يعني موضوع الأخوة الإيمانية هو وحد الموضوع لهو متشعب ولا تكاد تجد شعيرة من شعائر الإسلام إلا ويكون فيها هذا الأصل حاضراً إلا ويكون فيها هذا الأصل حاضراً ولذلك أذكر على سبيل المثال أن الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى قال الألفة ركن من أركان الدين الألفة ركن من أركان الدين يعني الألفة والأخوة هي ركن من أركان الدين يعني إطلاق كلمة ركن من أركان الدين غادي تفضل الدين دينا الأركان دينا شنو هي إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت فعجيب كيف تكون الأخوة ركنا من أركان الدين الواقع كذلك الأخوة هي ركن محل بحل الصلاة محل بحل الصيام علاش لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها أمرا عاما وخاصا بل ليس هناك تشرع إلا ورعي فيه الأخوة إلا ورعي فيه الأخوة فمثلا مسألة الصلاة ترعى فيها مسألة الأخوة الإيمانية يعني رعي في الصلاة الأخوة الإيمانية لذلك نجهد أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة الصلوات الخمس في المسجد وأمر المصلين أن يقفوا صفا واحدا وراء الإمام ليحصل التآخي بين المسلمين الذين يقفون صفا واحدا مع الإمام يعني وراء الإمام فيقف القوي والضعيف والغني والفقير والشريف والوضع في صف واحد فيكون بينهم تآخي وهذا يقرب كعبه إلى هذا وتكون بينهم ألفة ومحبة ومودع إلى جنال الزكاة سألقوا فيها الملحظة دي الأخوة حاضر جنال الصيام سألقوا فيها الملحظة دي الأخوة حاضر وبقوة إذن فالأخوة تدخل معنا في جميع التشريعات احتف باب المعاملات شيء حاجة اللي ممكن تخدش في الأخوة إلا والشرع يحرمها وينهى عنها علش؟ لأن رابطة الأخوة رابطة مقدسة رابطة يعني واحدة الرابطة هي مقدسة وعظيمة جدا فلذلك إخوتي الكرام يعني أن يستشعر المسلم أخوة أخيه المسلم يعني هذا واحد الأمر اللي بات في هذا الزمان أمرا أشبه بالشيء النادر القليل يعني الآن هذي الأخوة الإيمانية ولت عملة ولت عملة نادرة علش؟ لأن الواقع دينا الآن الذي نعيشه واقع دينا دخل سوق راسك وش بغيتي انت في الناس وتفوتك انت وتجي في من بغات يعني هذا هو الكلام لكي يتربوا عليه الناس بل ويتواصون به لكن مش هدية التربية اللي يبغى من الله سبحانه وتعالى ومش هدية التربية اللي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة الكرام بل ربهم ليكونوا جسداً واحداً وليكونوا ذاتاً واحداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائل الجسد بالسهر والحمى أيها الإخوة الفضلاء العنوان فيه حقيقة الأخوة الإيمانية الأخوة مضاف والإيمانية مضاف إليه أو لا نعتن ومنعوس يعني هذا في حقيقة أن الأخوة مبنية على أساس الإيمان يعني إحنا ما كان نهدرش على الأخوة التي تكون بسبب المصالح أو إلا الأخوة التي تكون بسبب الدنيا أو إلا الأخوة التي تكون غبي سبب النسب لا ولكن الكلام دي أنها سيكون دقيق حول الأخوة التي تكون مبنية على أساس الإيمان الأخوة التي تكون مبنية على أساس الإيمان لأن الأخوة ممكن تحقق الأخوة الإسلامية إلى مكان عنصر الإيمان حاضر فيها بقوة وهذا فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فهنا الآية هذه التي أمنها إنما أداة حصر المؤمنون مبتدأ إخوة خبر أشنوه هو الدور ديالها ديك أداة الحصر وهي في الأصل ديالها إنا حرف نصب وتوكيد وما كافة لها عن العمل ولكن من دخلاتك كافتها عن العمل ولو العلماء اختصارا كيسموها أداة حصر ما فائدة هذا الحصر قال لك حصر المبتدأ في الخبر حصر المبتدأ في الخبر بمعنى أن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة يعني أن الأخوة محصورة في المؤمنين الأخوة محصورة في المؤمنين بمعنى أن غير المؤمنين ما كنش تأخي ما كنش محبة ما كنش مودة لأنه قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إذن فحينما نتحدث عن الأخوة تنتحدث على الأخوة التي هي مبناها على الإيمان التي مبناها على الإيمان هذه الأخوة التي مبناها على الإيمان لها ثمرات ولها دعامات ولها مفسيدات يعني هذه الأخوة هذه عندها ثمرات يعني علاش بالضبط خصنا نحافظ على هذه الأخوة علاش خصنا نقويه الروابط ديلها علاش هذه الأخوة هذه خصنا نعطيها واحد المكانة عظيمة فيما بيننا لأننا عندها ثمرات ونتائج حسنة وطيبة في الدنيا والآخرة أولها أن يتذوق المسلم حلاوة الإيمان رغم ثمرات ديل هذه الأخوة هذه أن الإنسان كيتذوق حلاوة الإيمان لأن الإيمان له طعم وله حلاوة وما يمكنش الإنسان إلقاء حلاوة الإيمان ولا طعم الإيمان إلما كانش ليحققها للأخوة الإيمانية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هل أخوة الإيمانية بمعنى أنه من نتائج الحسنة ومن نتائج طيبة ديل الأخوة الإيمانية أن الإنسان كيتذوق حلاوة الإيمان أن الإنسان كيتذوق حلاوة الإيمان فيحيى حياة السعداء ويعيش الحياة الطيبة يعني هذه الحياة الطيبة الهنيئة كيعيشها الإنسان علش كيعيشها لأنه كيتذوق حلاوة الإيمان الإيمان له طعم وله حلاوة ولا تذق بالألسنة وإنما تذق بالقلوب يعني حلاوة الإيمان ما كتذوقش بالألسنة كتذق بالقلوب والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإيمان له طعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذن ذاق طعم الإيمان الإيمان عنده طعم يذوقه من رضي بالله ربها إذن فهذا القلب الذي يتذوق حلاوة الإيمان عليه أن يمارس الأخوة في الله إذا مره ثمار الأولى من ثمارات الأخوة الإيمانية أن الإنسان يذوق بها طعم طعم الإيمان يذوق بها طعم الإيمان ومن يذوق الإنسان طعم الإيمان تقول لسائر الشعائر الإسلامية يقول لك يحبها ويقول لك تذوقها تذوقا خاصا يقول لس الله يلقى الحلوة الصلاة ولا تصدق تلقى الحلوة الصدقة ولا صم تلقى الحلوة الصيام هذه الحلوة التي فقدت في أغلب قلوبنا إذن أكترية الناس الآن يديروا هذه الشعائر من باب ياش من باب التكاليف من باب تكاليف تقول لك هذه تكاليف سرعية يعني نحن مكلفون بها تقول لك هذه تكاليف نحن مكلفون بها ما معنى تكاليف شيء نكلفت به وإن كنت لا لا تحبه بحال شيء حاجة غير متقلة عليك تتسعى بش تحيدها عليك وهذا شيء نقوله التحنانيت تقوله حيدنا علينا لوقت حيدنا الصلاة ما معنى حيدناها يعني نتقلها ونحطها وتسرحنا وتسرحنا علاش لأنه ما كانت تدوقش لها ما كانت تدوقش لها الحلوة لذلك شوف النبي صلى الله عليه كانت تدوق حلوات يعني الصلاة كانت يقول أريحنا أريحنا بها وإحنا اللي عندنا الصلاة غير تكاليف تنقوله أريحنا منها واضح هنا في كيندب الفرق هنا في كيندب الفرق الفرق إذن فالتكاليف الشرعية باش نتدوق الحلوة ديالها كين أمور من أهمها أننا نحقق هذه الأخوة باش نتدوق الحلوة ديال الإيمان من ثمارات هذه الأخوة أن الإنسان يستدعي بها إعانة الله الإنسان كي يستدعي الإعانة دي الله عز وجل ويصبح معانا من الله سبحانه وتعالى إذا حقق هذه الأخوة الإيمانية يعني إسان فاشكي حقق هذه الأخوة الإيمانية تولف وحد المحل اللي هو قابل لأن يحط الله سبحانه وتعالى فيه إعانته وتأييده يعني باش الله تعالى يعينك على أمري من الأمور كنت تبدل وحد العمل وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فاشك انتكت مارس الأخوة الإيمانية مع أخوك المسلم يعني فاشكت مارس الأخوة الإيمانية مع أخوك المسلم أحياناً تجيك الشيطان ولشاناً ندير معها هكا ها؟ أمال التو وما يدير معا يتنيا نفس كذا انتكت تعامل مع الله عز وجل أنت تعينه وتتعاون معه لاش؟ لأجل أن يعينك لأجل أن يعينك الله إذن انت كتمرس الأخوة الإيمانية مع أخيك لتتذوق حلوة الإيمان كتمرس الأخوة الإيمانية مع أخيك من أجل أن من أجل أن تستجلب معونة الله سبحانه وتعالى فتصبح موفقاً ومسدداً من طرف الله عز وجل تقولي الله تعالى كي وفقك وكي سددك وكي عاونك وكي أهلك أنك تجاوز الصعاب علاش؟ لأنك تعاونتي تعاونتي مع أخك المسلم لأنك تعاونتي معه لذلك أشوف الحديث اللي جف في الرجل الذي كان يدين الناس يعني هذا واحد الإنسان كانت يسلف للناس الفلوس وكانت يكتب معه دوك اللي كي يسلفهم أجل تيقول لهم تاريخ الفلال الفلاني ترد لي الدين ديالي وكان من لي تيوصل الأجل وكي صيفت العمال اللي كي يخدموا معاه من أجل باش يجمعوا له الديون دياله فقال لك يعني كانت يقول لهم إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال له لا لقيته شيء واحد معسير ومزير وما عندوش باش يسدد ما تقصحوش معاه مددوا ليه في المدة عطيهه التاريخ بدلوا ليه التاريخ تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه قال لك فلقي الله فتجاوز عنه ما ليتلقى مع الله سبحانه وتعالى الله تعالى تجاوز عليه يعني شوف هو عاون إخوانه على تجاوز عقبة الشدة والعسرة فأعانه الله عز وجل على تجاوز العقبات التي هي في الآخرة يعني فعلا الإنسان كتجيه عقبات في الدنيا وحتى الآخرة رفع عقبات أنما قلت الله سبحانه وتعالى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة شنو يد ما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مصربة إذن العقبة راكين وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون وأنا أتخفف لتلك العقبة إذن هذه العقبة فلبيت تجاوزها وبغيت الله تعالى يعاونك باش تجاوز هذه العقبة إيه وحتى أنت تجاوز على النس اللي عندهم عقبات في الحياة الدنيا هذه من ثمرات الأخوة وهذا الرجل هذا هيئ له الله تعالى هذوك النس المعسيرين فتجاوز عنهم وأعانهم على تجاوز عقباتهم فلقي الله فتجاوز عنه وأعانه على تجاوز العقبة الكأود العقبة الكأود إذن هذه رهما ثمرات ديال الأخوة الإيمانية أنها تعين الإنسان على أنها تجعله محلاً قابلاً لمعونة الله سبحانه وتعالى من ثمرات الأخوة الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يظلك بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة من العقبات الشمس الحارقة المحرقة القريبة جداً من رؤوس العباد هذا يوم القيامة حينما يبعث الخلائق ويبعثون على أرض تمد كمد الأديم يعني كي تبعت على وحد الأرض اللي هي أصلاً ما غدش تكون كروية بحل هذا الأرض اللي كنعيش عليها الآن لا بل الأرض ستمد مداً كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت يعني صارت ممدودة ومسطحة وتأتي الشمس فتقف من رؤوس الناس على قدر ميل سواء قلنا بأن الميل ميل المسافة لهو كلومة النص أو لميل المكحلة لهو هذا العدلي لكي يدوز به الكهل المهم أن الشمس تأتي وتقترب من رؤوس من رؤوس الناس في هذا الوقت الناس يكونون في كرب عظيم الناس يكونوا في كرب عظيم ما يستطعوش الناس الآن يقفوا في الشمس لبعادي منها بملايين الكلمترات فما بالك أن الشمس تجي فوقر رؤوس العباد لا يطيقوها الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يكرم أصحاب الأخوة الإيمانية بأن يجعلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله فيكونون في أمن وأمان من هذا الكرب العظيم هذا الكرب العظيم الذي لا يطاق ولا يحتمل الله سبحانه وتعالى يكرم أصحاب الأخوة الإيمانية هذه ثمرة عظيمة جدا يستفيدها الإنسان من هذه الأخوة كذلك من ثماراتها أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الذين في ظل عرش الرحمن يجعلهم على منابر من نور ويجعل وجوههم من نور يعني هؤلاء اللي حققوا وعاشوا الأخوة الإيمانية كيجعلهم الله سبحانه وتعالى وجوههم من نور وتيجعلهم منابر من نور ويؤمنهم من الخوف والحزن لأن هذه القيطة يقول للخوف يعني مسلط على قلوب الناس والحزن كذلك يملأ قلوبهم لا هؤلاء الناس تكون في مأمن من الخوف وفي مأمن من الحزن وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ركني شي ناس ما هم أنبياء ولا شهداء ولكن إذا رأاهم الأنبياء والشهداء يغبطونهم شنو هو الغبطة؟ أن تتمنى ما عند أخيك من الخير هذا هو الغبطة أن تتمنى ما عند أخيك من الخير من غير أن تتمنى زوالها عنهم فهؤلاء إذا رأاهم الأنبياء والشهداء يغبطونهم إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء فقال الصحابة من هم يا رسول الله؟ أخبرنا بهم لعلنا نحبهم فقال يوم الرسول صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب بينهم وجوههم من نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني يشوف هذ الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء لكن الله تبارك وتعالى يشوف هذ المقام ليعطاهم كي يجعلوا وجوههم من نور وتيجعلهم على منابر من نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن إذا حزن الناس إذا إخوة الكرام هذه ثمرة عظيمة تضاف إلى أنه رأى دخل هما أصلا في ظل عرش في ظل عرش الرحمن لأنه فيه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه كذلك إخوة الكرام أن من ثمرات المحبة الإيمانية والأخوة الإيمانية أنها تستجلب من الإنسان أن يحبه الله عز وجل يعني الإنسان اللي عنده هذه الأخوة الإيمانية كيو المؤهل باش الله تبارك وتعالى يحبه كيو المؤهل ليحبه الله عز وجل باش يفوز بهذا الفضل العظيم لهو أن يحبه الله تبارك وتعالى وعفتش نهي أن يحبك الله رأى الإنسان باش يفوز بهذا اللقب ويفوز بهذا الوسام ويفوز بهذا الدرجة ديلت أن يحبه الله هذا رأى وحد شرف كبير جدا شرف كبير جدا وأسعد يوم في حياتك هو اليوم الذي يرضى الله فيه عنك وأفضل أيامك هو اليوم الذي يرضى الله فيه عنك هو اليوم الذي يحبك الله فيه لذلك أشغل نبي صلى الله عليه وسلم الكعب بن مالك كعب بن مالك لما هجره المسلمون بسبب تخلفه في غزوتي تابوك أصبروا الوحد لابتلاء عظيم جدا لهو خمسين يوم والناس قد هجروا كلامهم نهار نزلت عليهم التوبة من الله وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم ليتوبوا أشغل الرسول صلى الله عليه لكعب بن مالك قال ليه أبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك أبشر بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك قال لي أبشر أحسن نهار عندك هو هذا ما نهار ولدتك أمك أفضل يوم من أيامك هو هذا النهار هذا النهار اللي أحبه الله فيه وأنزل توبته عليه وأنزل توبته عليه علاش لأن الله يحب أش التوابين الله تعالى يحب التوابين فأفضل أيامك هو اليوم الذي يحبك الله فيه هو اليوم الذي يحبك الله فيه علاش شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كيف يوضح وتي يقول إن الرضا من الله صفة قديمة إن الرضا من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا على عبد علم أنه سيوافيه على موجبات الرضا ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا قال له الرضا من الله صفة قديمة الله تعالى ملك يرضى على شيء شخص أو لك يحب شيء شخص فإن الله عز وجل يرضى عنه ويحبه لأنه يعلم لأن الله سبحانه وتعالى عنده يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لأنه يعلم أنه سيموت مرضيا فإلا رضى عليك الله عز وجل هذه شهادة بأنك غد تبقى مستمر في الرضا إلى أن إلى أن تموت ذاك شي باش قالوا الصحابة بأن باش قالوا العلماء بأن الصحابة من أهل الجنة علاش لأنهم رضى عليهم الله سبحانه وتعالى ومدام أنه رضى عليهم الله سبحانه وتعالى ما يمكنش أبدا الله يرضى عليش وحد ممكن بقي بيرتد ما يمكنش الله تعالى يرضى عليهم وهم غد يرتدوا فالرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا على عبد علم أنه سيوافيه على مجبات الرضا ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا إذن فمن أسباب من أسباب الأخوة أو من تمارات الأخوة الإيمانية هو أنها تجلب لك محبة الله ما هو الدليل لهذه المسألة؟ هو الرجل الذي أرسد الله على مدرجته ملاكا يعني واحد الإنسان كان غادي بشيزور أخله في قرية والحديث في صحيح مسلم قال فأرسد الله على مدرجته ملكا ويحطل الله تعالى وحد الملك في الطريق قال لي أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية قال لي أنا أنا أريد أن نزور وحد الأخذ يألي في هذه القرية قال وهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لي واش عندك شي نعمة؟ كي تسالها ليك؟ تباشي تعطيها لي؟ قال لي لا إلا أنني أحببته في الله ويقول لهذاك الملك فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحبته يعني شوف هذا الرجل فاز بمحبة الله لماذا؟ لأنه زار أخله في قرية وهذه الزيارة كانت لوجه الله وليس لطمع ولا لنفع مادي يعني إنما كانت الزيارة خالصة لوجه الله الكريم فلذلك فاز بهذا الشرف العظيم أن الله سبحانه وتعالى قد أحبه إذن هذا من الثمرات التي يستفيدها الإنسان من الأخوة الإيمانية كذلك من الثمرات أن يصل الإنسان إلى كمال الإيمان يعني فاش الإنسان يحقق هذه الأخوة الإيمانية يصل الإنسان إلى كمال الإيمان توصل الإنسان الدرجة العليا في الإيمان لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان يعني اللي أعطى شيء أعطى لله واللي أحب أحب لله واللي أبغض أبغض لله فقد استكمل الإيمان يعني هذه الأخوة الإيمانية كتخلي الإيمان يرتفع إلى أقصى درجاته يصل إلى درجة درجة الكمال ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله هذا أوثق عرى الإيمان يعني أوثق عروة لتشد فيها وما تفلتش لك من الدك والعروة اللي غادي تشد فيها وستكون سببا في نجاتك هي الحب في الله والبغض والبغض في الله إذن فهذه من ثمارات ديال الأخوة الإيمانية من ثمارات الأخوة الإيمانية تمحيص عيوبنا في مرآتها يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن أخ المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن هذه الأخوة كانت تشفوا بها الأخطاء ديالبغضياتنا فربما يكون في خطأ لا أدركه وتراه أنت فتعالجني وربما يكون فيك الخطأ فلا تراه أنت أراه أنا فأعالجه فيك وتيكون الناس غادي أنت يكمل بعضهم يكمل بعضهم بعضا إذن هذه رغمان ثمارات ديالأخوة الإيمانية أما ليساني لك أن عيش بوحده ما عنده تشأ أخوة إيمانية ها؟ غادي يكون فيه أخطأ ولابد لأن الإنسان من طبيعته أنه أنه خطأ ولكن تشكولي غادي بيلي هدك الخطأ لا تشكولي غادي بيلي هدك الخطأ من الذي سيكون مرآة له؟ ما كيش المرآة وبالتالي سيكون قبيح البظهر وعند نفسه أنه جميل جميل المنظر غادي يكون هو قبيح المنظر فيش صفات قبيحة جدا ولكن بحكم أنه ما يشوفهاش في غيره ما يشوفهاش في المرآة راكي تتهيئ له ومسكين بأنه بأنه جميل المنظر فهذه رغمان ثمارات من ثمارات دي الأخوة أن يكون الأخ لك مرآة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من ثمارات الأخوة معالجة الفتور الذي يعتر النفس الإنسان في سيره إلى الله لا بد أن يعيى ولا بد أن يتعب الإيمان معمره تبقى في درجة واحدة والعزيمة معمرها تبقى عزيمة قوية فبين الفينة والأخرى تضعف يعني كالضعاف العزيمة ويصيب الإنسان الفتور كي يجيه ذاك الفتور وذاك الإعياء والتعب ورهى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها قال لك إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد فقد هلك يعني رأى أي عمل التي كله أوج وقوة ولكن من بعد هذه القوات يجي الضعف فمن التي يكون عندك شيء إخوة لكي تعاون معك في حالة الضعف ويقوون عزيمتك وينحفزونها وينشطون همتك كتعاون تستعد العافية ديالك وكتراجع وكتراجع النشاط وكتراجع النشاط لذلك شوف هذاك استحابي لي وقيس بن ثابت بني بني شماس لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا هذا الصحابي قال لك من اللي اسمع هذا الآية رعه ذلك تخلع رح قال أنا يا الصوت ديالي مجهد وكنت رفع الصوت ديالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نتيجة حبط عمالي إذن أنا من أهلي من أهلي النار فجلس في بيته وترك الجماعة بقاش كي يجي يحضر الجماعة مع الرسول السلام لكن هنا غد جدب المرأة والمحفز النبي السلام لما رأاه تغيب عن الصلاة سأل عنه قال ما فعل ثابت أي يشكو شيئا يكما مريض قال ليه سعد بن عبادة يا رسول الله إنه لجاري وما به مرض وراجاري ما عرفت عليه بأنه مريض قال لي ف يعني ناديه ويعيط ليش قال لي لماذا تخلفت لماذا تخلفت هالمرأة بمعنى ملوقع المشكل كي اللي اللي بن فيه هدك المشكل واستفسر عنه وسأل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولي قم بالدور دي المرأة قال لي علش تخلفت قال لي يا رسول الله أنت أو نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وأنا كنت أجهر بالقول إذن قد حبط عملي إذن أنا من أهل النار إذن هالمرأة ها هو الخطأ بان تكشف بغيش يدب التحفيز لأنه هو دبا نوع من الإحباط ونوع من الانهيار ونوع من الفتور قال صافي ولا شو بتنتعبنا رصي إذن لك أنت أنا hablando جاهنم فجل المحفيز ما هو المحفيز؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى أنت من أهل الجنة قال لي إذن أنت من أهل الجنة لم تكشي من أهل النار أنت من أهل الجنة طور معي هذا الصحابي اللي كان صافي أنا من أهل النار وغادي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق اللي غادي يقول لي أنت من أهل الجنة وش بقي غدي يحس بشي فتور ولا بشي إعياء بالعكس سينشط وسوف تقوى عزيمته وكذلك حصل وكذلك حصل إذن راه الإنسان كايت صاب هدك الفتور ولكن راه لا بد له من واحد طائفة من الإخوة الذين يكونون مرآة له ويحفزونه إذا أصابه الفتور كذلك من فوائد الأخوة التخفيف من وحشة الغربة التخفيف من وحشة الغربة ولشك إخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوب للغربة فطوب للغربة وفعلاً بدأ الدين غريباً ثم انتشر ولكنه رجع إلى غربته رجع إلى غربته رهماً الثمارات دي الأخوة الإيمانية أنها بعدها تتخفف عليك شي شوية هذه الغربة ده مملكة يكونوا نحن مجلس والحمد لله نكونوا مع إخواننا ونحسب العشرات يعني ممن نجالسهم ويجالسوننا كيكون واحد نعماً يعني من تخفيف دي الأغربة وإلا رحنا بهذه الكثرة غراباً لأنه نقارن أنفسنا بغيرنا كم نسوي؟ لا شيء كم نسوي لا شيء؟ ما الذي تشوف مثلاً مهرجان يجيوا له الناس بمئتين آلث وتشوف مثلاً مجلس من مجالس الذكر ويجيوا له الناس بالأحد أو لا بالعشرة يعني حط هذه أحدها دي راه والو راه قل لقل ولكن ومع ذلك دي الوحشة دي الغربة ما كتبقاش لأنه لك أنت بوحدك لا بد أن تنقاطع ولا بد أن تضعف عن مواصلة السير فلذلك رهماً ثمرات دي الأخوة الإيمانية أنها تخفف من وطأة أنها تخفف من وطأة هذه الوحشة ومن هذه الغربة إذن إخوتي الكرام هذه بعض الثمرات وإلا لو استقصينا ثمرات الأخوة فإنها كثيرة كثيرة جدا طيب هذه الأخوة بماذا نثبتها وبماذا نعمقها يعني هذه الأخوة هذه اللي هي وحد العقد يعني وحد العقد وحد التعاقد بين المسلمين وهذا العقد يعني كان قوياً جداً ولازال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه لما هاجر إلى المدينة أشنو أول خطوة درها؟ آخى بين المهاجرين والأنصار وستستغربون إذا قلت لكم إن هذه المؤاخات كانوا يتوارثون بها اجتهد المؤاخات لدر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون يتوارثون بها كالأنصاري الذي يؤخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو بين المهاجرين إذا مات الأنصاري ورثه المهاجرين وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري بموجب ماذا؟ كيف يورد؟ بدك العقد ديال المؤاخات إذن هي وحد العقد له قوي جداً النبي صلى الله عليه وسلم در هذه المؤاخات لماذا؟ لأنه يبني أمة واحدة متماسكة ما بغاش الناس في المدينة يكونوا هادو المهاجرون برانيين وهادو الأنصار أولاد لبلاد نعم بغي يقضي على هاد الشرخ هذا وعلى هاد الشق هذا لا جعلهم إخوة مختلطين دماً ولحماً يعني احتئنهم كانوا يتوارثون لكن هاد التوارث نسخ نسخ بماذا؟ بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولاً ببعضين في كتاب الله إذن هذه الآية التي نسخ بها التوارث بسبب عقد الأخوة إذن فهاد الأخوة هي وحد الميثاق عظيم جداً ولها مكانة فهاد الأخوة هذه خصنت بها بشي أخلاق علينا أن نتخلق بها أشنو هي هاد الأخلاق هذه؟ وكلها الحمد لله تمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة دينا فيها أولاً حسن الظن وقبول الظاهر حسن الظن وقبول الظاهر إلا بيت تحافظ على الأخوة دي الإخوانك فلا بد من حسن الظن ما خسش يكون فيك ذك سوء الظن إلا كنفيك سوء الظن ستخسر جميع أصدقائك وستخسر جميع إخوانك لأن كل مرة سيطر لك مشكل مع واحد كل مرة علش؟ والسبب هو سوء الظن لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجدنبوا كثيراً من الظن علش الله تعالى قال اجدنبوا كثيراً من الظن بغيبياً لنا النبي الله تبارك وتعالى بأن ذلك الظنون اللي تجيك في خاطرك راه الكثير فيها كدو الكثير فيها كدو وأنه إيه قدرتك يكون شي ظن صحيح ولكنه قليل نادر والنادر لا لا حكم له النادر ما عنده حكم إذن النبي صلى الله عليه وسلم يربينا على اجتينا بالظنون السيئة إياكم والظن فإن الظن أكذبوا الحديث إذا انت لبت التعاشر مع إخوانك فلابد دخس يكون عندك معهم حسن الظن إمام شافعي رحمه الله دخل عليه تلميذ وهو كان مريضاً يعني دخل عليه تلميذ وهو مريض يعني الإمام شافعي هو لي مريض ودخل تلميذ ديال إمام شافعي ويقول ليه قوى الله ضعفك يا إمام تلميذ يقول الشيخ قوى الله ضعفك فماذا قال له الشافعي؟ قال ليه قوى ضعفه لا قتلني قال ليه لا الله تعالى قوى لي الضعف ديالي غادي نموت بما أن هذا الضعف اللي فيه شوية يبقى تزادي تزادي حتى نكتر وغادي نموت قال ليه تلميذ دياله لا يا إمام لم أقصد هذا أنا أقصد قوى الله ضعفك بمعنى شفاك الله وعافاك فأبدلك بالضعف قوة وأبدلك بالمرض صحة هذا هو القصد فقال له لا عليك قال لي لا عليك لو شتمتني صراحاً عليمت أنك لم تقصد قال لي اشتوى خدس ابني مباشرة غادي نقول بأنه ترى ما قصد فما بالك بهذه الكلمة اللي هي محتملة يعني شوف الإمام الشافعي كي أعطينا درس في التربية هاد قوى الله ضعفك أرى هاتت مشي فادل تجاه وفادل تجاه أرى عندها واحد المعنى سيء ومعنى صحيح وقال ليه الإمام الشافعي اشتوى خدس ابني صراحة بمعنى بالكلمة التي ليس فيها احتمال قال لي غادي نقول لعنك لم تقصد وهذا قمة في ماذا؟ في حسن الظن هادرها قمة في حسن الظن لأن الإمام الشافعي بهذا سيكون محبوباً وأعلنتم مدركة الإمام الشافعي هو هذا التلميذ دينه ما غادش تكون بنتهم واحد لما يحبه صادقة ما هاد حسن الظن لكين بنتهم؟ إذا ما حسن الظن يعني ره من الأخلاق لك تخليك تحافظ على على إخوانك وأي واحد كترجى فيه الخير وأي واحد تنظر فيه إلى جانبه الإيجابي كل واحد كتشوف في ذلك الجانب الإيجابي دياله ووضفنا لها قبول الظاهر ما معنا قبول الظاهر؟ وهذا عند ارتباط بحسن الظن هو أنك تتقبل الإنسان على ظاهره ما كتبقاش تحفر ما كتبقاش تهبش على شي حاجة لما بيناش لا تنقيم وهذا كذلك أصل عظيم كأن نخدوه من سيرة ديلة الرسول صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مليجة من غزوة تابوك مليجة من غزوة تابوك وجو ربعا وثمانين من المنافقين كي اعتذروا تقولوا بيوتنا عورة وما هي؟ معورة أشكان نبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ظاهرهم ويستغفر لهم وياكل سرائرهم إلى الله كانت يقبل منهم الظاهر وكيستغفر لهم وياكل سريرتهم إلى الله مليجة من ثلاثة لهم هيلال بن أمية مرارة بن الربع وكعب بن مالك مليجة وثلاثة وقالوا يا رسول الله ما كان لنا من عدر يا رسول احنا راها ما كان عندنا حتى شيء عدر تخلفنا هكذا بدون عدر أشكان نبي صلى الله عليه وسلم فاش هدر معه كعب بن مالك قال أما هذا فقد فقد صدق واش كان تضنو فاش نبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق هذا المنطق عشنه هو المفهوم المفهوم أن الخلين أشيكونوا كدابا والنبس والسلام عرفون بأنهم كذابين ولكن مواجههم شبل كدوم أعلاش حسن الظن ووكل سريرتهم إلى الله وقبيل وقبيل ظاهرهم وخره النبس والسلام عارض بأنهم رغل كدبوا عليه في هذا الاعتذار اللي اللي اعتذروا إذن هذا الخلق هذا إلى اكتسبناه وسسنا به أنفسنا وإخواننا بنانتفد وحد العداد دي المشاكل لأن وحد العداد دي المشاكل اللي كتكون بين الإخوة رأى سببها هي أنه الإنسان تبدأ تنقب على النوايا تقول لي آش كنتي كتتقصد بهدي كده وكده واخوانتاج دخلك في القصد واش بين كنتا وبين قاعد النية هادي اللي كينة في القلب واش داك انتا قاعد تسلق الجدار دي السور دي الإنسان باش تعرف أش اللي كين وراء قلبه هاد شي رأى ليسا من شأنك هاد شي كيله إلى كيله إلى الله وقبل منه الظاهر دياله قبل منه الظاهر هذا هو الخلق العظيم الذي كان يتعامل به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نعم تانيا الإغضاء وعدم الاستقصاء من اللي قاعد يوقع شو مشكل راه من الأخلاق اللي كتحافظ على الأخوة هو دك الإغضاء شنو الإغضاء التغافل قال لك الغفلة مذمومة ولكن التغافل محمود راه مزيان تكون عايق أدي الرسك ما مدتي ما جبتي منترك عارف شنو كين ولكن تتغافل تتغافل لذلك قالوا من صفات الرجال المتغافل الفطن من صفات الرجال المتغافل شكون الفاطن يعني إنسان متغافل ولكنه ولكنه فاطن مش متغافل بليد لا عارف شنو كين ولكنه يتغافل يظن من رأه أنه لم ينتبه وهو انتبه عرف الكلام في المشا وعرف التصرف في المشا ولكنه يتظاهر وكأنه لم يفهم كأنه لم يفهم شيئا إذن هذا التغافل مع الفطن رغم حمود في الرجل علاش لأنه يجعلك تتحافظ على المودة بينك وبين وبين الناس إذن هذا الإغضاء يعني الإغضاء وغض الطرف أحياناً تكون شيء مشاكل ما كتحتاش للهضرة ما كتحتاش للهضرة وكي اللي اللي تكون مثلاً تهضي علق على الصغيرة وعلى الكبيرة هذا هو معناه عدم الاستقصاء عدم الاستقصاء ما تبقاش كتت يعني لو وقع على شيء مشكل كتذكروا بجميع اللغات كينظروا كمتلاً من اللي تكون وقع شيء مشكل تيشدش واحد الكلمة وراه داكش اللي بيقوله في دقيقة يقوله في 25 دقيقة تيه وراه واحد المعنى ويقوله بهذا الوجه ويقوله بهذا الطريقة ويقوله ويجيه من هذا الوجه ويجيه من هذا الوجه بيعناه كيوريه لكم جميع الزوايا يهو ديرال الكلام راه كيفما قال ابن عباس رضي الله عنه قال لك ما استقصى كريم قطو ما الكرم دي الإنسان أنه ما يستقصيش ما يستقصيش كل شيء ذاك شلي حتى قعي لك أنت مضرور في عشرة المسيل قوله على ثلاثة قول أنا تضريت في ثلاثة المسيل ويحده جوجه ثلاثة أنت رمضرور في عشرة هذا هو معناه عدم الاستقصى ما تستقصيش كل شيء هدك شلي اللي انت مضرور فيه وهذا من كرم الإنسان لذلك شوف الله سبحانه وتعالى فاش بغير يفضح ألاعب أهل الكتاب في التورات واش فضح الله تعالى جميع الألاعب ديالهم اللي في التورات ما فضحش كل شيء فضح شيء حاجة أخلى 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 بزاف كما قال الله سبحانه وتعالى يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير جاء القرآن باش يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ياك ويعفو عن كثير وراء غاد يخلي بزاف ويعفو المسائل كثير منها خليها قاعد مذكرها علاش تتكون حتى من باب الإشارة تتكون حتى من باب الإشارة يعني كتقول لها دك الإنسان اللي هو دار هذه المشكلة وها ثلاثة ولكن هو راء فراس وراء كتر ولكن تفشى تقول لغير ثلاثة هوتي والتي تنظر لك نظرة احترام هذا الإنسان اللي آدك فعشرت المسائل وانت قلت لي غير ثلاثة كي يحترمك وكي عرفك بأنك رجل كريم وشاتك الفرصة باش تقول لنت عشرين بمعنى دك شلي كين ولي ما كين ولكن لا انت ما انتصرتش نفسك انت بين تغاتلت المسائل كنماجيج تفهمنا؟ إذن هذا الإغضاء اللي هو التغافل وعدم الاستقصاء هذا رهم الأخلاق اللي كتخلي الإنسان كي يحافظ على الأخوة كذلك من معمقات الأخوة بين الإخوة هو التناصح وبذل النصيحة وهذا خلق يجب أن يشاع بين المسلمين هو خلق التناصح يعني الإخوة سيكون بينتهم هذا التناصح يعني كما ذكرنا المؤمن مرآة المؤمن فما يمكنش انتك تشوف الخلل في أخيك المسلم ره وره ما كي يشوفوش لأنه كنت يشوفوك عالجو ولكن ما مهمتك إلا ما كنتش انت اللي غادي تبين ليه الخلل اللي عنده وانت اللي غادي توقفو على الخطأ اللي هو فيه فكن على يقين بأن ره المحبة الصادقة هي المحبة اللي كيكون فيها اللي كيكون فيها التناصح ولذلك قالوا قديماً النصيحة تاج المحبة النصيحة تاج المحبة ره النصيحة هي التاج دي المحبة اللي انصحك هو الذي برهن على محبته لك ره اللي انصحك ولك يحبك أما الانسان الذي لا يحبك لا ينصحك علاش سهلا سير الجاهنم تقع ما شغلوش هو الانسان اللي ما بغاش ينصحك بحالة يقولك بليسال الحال أنا لا يهمني سير الجاهنم سير فين ما عجبك أنا ما تهمني tribute من أهل النار فالنصيحة يتجلم حلا غير احنا الشيء تنظركك يجي بي لنا بأن النصيحة حقراء وحضياء وتقول ليه الإنسان وماكتم قبلني غير أنا واش الله صفتك علي يا راقيم تتنصح شواء يقولك والله صفتك علي يا راقيم لا هذا خلل راهي لنصحك الإنسان أحبك وأراد لك الخير مش أنه راقب عليك مش يتي مرس عليك شي وصاية معينة لكن تقم بالواجب الذي فرضه الله عليه لحتى أنت تقم بالواجب لأنه هو لنصحك مش معناه أنه راه هو كامل راه ماشي لنصح تخوك المسلم معناه أنت راه كامل وليه لنصح تخوك المسلم معناه أنت راه فوزد وتجاوزت القنطار لا لا هو راه أخطأ ونصحته راه غادي يجي الدور فين غادي تخطأ أنت وغادي ينصحك حتى هو وغادي تكون تتعاون على هذا الخير إذن إخوتي الكرام ينبغي أن ننظر للأشياء بمنظارها الصحيح راه النصحة محبة ومودة وليه ينصحك أحبك وأراد لك الخير ماشي ليه ينصحك راه حاضيك ولا حقرك ولا بغي أذيك ولا بغي يستعليع لك ولا هو نجا ونتمز منه الهاركين لا وإنما النصحة تعاون النصحة تعاون إذن إذنك شو سبحان الله عديم النبي صعص يجعل الدين نصحة الدين كله حصلوا نبي صعص يجعل في النصحة بمعنى أن النصحة جزء مهم من أجزاء الدين النصحة هي واحد جزء مهم من أجزاء الدين فلذلك إخوتي الكرام لا ينبغي أن نغفول هذه المسألة فالتناصح هو رهما من معمقات المحبة والمودة ثم كما قلت يعني كان ملكين نصحنا شي حد تأخذون العزة بالإثم يعني وتنحسوا بحل رياء هنا وبحل رهي نقص يعني إنساني لس ذلك شي نصحة مقابل شي خطأ كي يجينا بحل هدك رهو رهو نقص في الإنسان لا يا أخي الكريم هذا خطأ ماشي هو نقص فيك بالعكس أنت بعد النصحة أجمل منه قبل النصحة ره أنت ملك تكون بعد النصحة أجمل لأن النصحة منين مأخوذها منين أشن أصل الاشتقاق جلت كلمة نصحة ره كلمة نصحة مأخوذة من المنصحة والمنصحة هي الإبرة المنصحة هي الإبرة والإبرة مليكة تدخل التوب كيتها تردو كي تكون التوب ومليكة تدخل لها إبرة كيتها تردو يعني مثلا هاد الأتواب اللي كتلبسوها هنو كتجينا جميلة مليكة نشوفوها غير مفصلة مليوحة كي تكون منظر ديالها منظر منظر بشيع متحمل قاعد شوف توبيلة مقطع مفصل ومازال ما تخيط ولكن مليكة تدخل لها إبرة كتردو جميل جدا كتردو جميل جدا يعني مليكة تشوف توبي مقطعنا أكيد كي يعني ما كي يعجبكش ولكن مليكة تشوفهم خيطك والتي يعجبهاك وهنا نذكر واحد الثور فوق حيات ذكرها بن جمزي رحمه الله في أخبار الحمق والمغفلين قال لك شيء أعرابي جاب شيء توبي لواحد الخياط قال لي يخيط لي هاد الثوب شد هذاك الأعرابي هذاك الخياط التوب خد عليها المقاسات ويبدأ يقطع فيه هو يقول لك لاش شر كتير توب شوف توبي جبتو لك جميل وعلم زينته شدته قاع قطعتو لي قال لي هاد قال لي وكي بين دير نخيطه إلا ما خطعتوش قال لي لا ما تقطعوش خيطو ما تقطعوش قال لي ما يمكنش راه لا تمكن خياطته إلا إلا بي تقطيعه هو يشدونك عرابي يضربوه بواحد نعصى هو يهرب الخياط هو ينشد شيء أبيات قال لي ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فيما مضى من غابر الأحقاب من فعل علج جئته لي خيط لي ثوبا فخرقه كفعل مصاب فعلوته به راوة كانت معي فمضى وولى هاربا للباب أيخرق ثوبي ثم يقعد آمنا كلا ومنزل صورة الأحزاب ايش الرقلية التوب يبقى قاعد حدايا ما يمكنش ومنزل صورة الأحزاب يعني شوف هذا دبا هو أشلي خلاه يضرب الخياط حيث بله الخيط التوب جابو جميل من لي قطعوش في صلو قال لي لا والتي بن باشع ولكن من لي قادي تدخل له البركة قادي تردو تردو جميل إذن الإنسان من لك ينصحك راه بحالي لك أنت مشرق ودخلت البرو وصوبتك وعدت جميلا إذن تم من بعد النصيحة أجمل خصك تشعر هدك الجمال لأنه كان شي خلل وهدك الخلل يعني أصلح بسبب النصيحة إذن هدك النصيحة إلا فهمناها بهذا الاعتبار سنحبها ولا لا ولذلك علش قال السلف رحم الله من أهدى إلي عيوبي لأنه كانوا تحبوا لك ينصحهم لأنك يعرفوا بأنه النصيحة ماشي مذلة وماشي مهانة لأنهم كانوا تفهموا عن المعنى الحقيقي دي النصيحة فلذلك أخوة الكرام راه من معمقات الأخوة هو النصيحة بين الأخوة من معمقاتها كذلك إنهاء الجدال والمراء إنهاء الجدال والمراء ره من المسائل لكتدر النفرة بين الأخوة هي الجدال والمراء يعني هذاك الجدال وأحيانا أحيانا تكون الجدال وفي شي مسائل اللي هي عقيمة شي مسائل اللي ما عندها قعدة لا فائدة ترجى من ورائها وتلقى الناس ديري عليها جادل شي كي جرى هذا الاتجاه وشي تيجرى هذا الاتجاه شوف رصوص أسلام تيقول أنا زعيم بيتين في ربضي الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محق يعني هذاك الجدال يوريت قسوة القلب وهذاك الجدال يوريت النفور يوريت النفور وتلقى الناس كي تجادل وتتعصبو في شي مسائل اللي الأمر فيها واسع قاع إلا أنت إلا التغلب اللي تتعفيها أنا أكيد أنت مشكلة رأى ما كي نحتشي مشكلة ولكن الناس تيجي تستفزهم الشيطان لا خصني أنا نبيي لي أنا ما له غير هو كلمتن لي تكون أنا سيلي أنت أنا بترد عليه وتلقى الناس كي تجادلوا فأنا المسائل وكتتضابر القلوب وتتضابر القلوب لذلك قليك علش الناس كي بدو تجادلو تبدو غوته علش كي بدو تجادلو الناس وتتلقى وراء قاعدة أحدا وتقدر أحدا بالغوات وراء أحدا وش يلا هضرب شوية ما غاديش يسمعه يك غادي يسمعه قال لك عليش تغوة لأن القلوب تباعدت وخل أجسام متقاربة للقلوب تباعدت من اللي تباعدت القلوب تغوة لي بحلها رابعيد وراء أحدا فلذلك هدك الجدال من الأسباب ديل تنافر القلوب وديل تباعد القلوب فلذلك إخوة الكرام باش نعمقوا الأخوة وانتبتوها مزيلا ما يكون شهدك الجدال ما يكون شهدك الجدال وإن كان شي جدال يكون بالتي هي أحسن كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إذن في الجدال يقع إلا كان يكون بالتي هي أحسن يتجادلوا النسر مش مشكلة نقاش نقاش ولكن إلا شفت بأن هذا النقاش لن يثمر وإلا غادي ثمر غادي ثمر شي ثمر هل هي سيئة؟ شي حاجة بس لما حلوش؟ لا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبك تقول لك شوف إلا تنزلت إلا تنزلت لك بيت في الجنة أنا زعيم بيت والذي زعيم بيت بمنا ضامن ضامن لك بيتا في الجنة علاش لمن ترك الجدال وإن كان محقا شوف ره أنت محق ومع ذلك ملي تتشوف تعصب للرأي يعني كتتجوز وتدير كأنك لم تناقش تدير راسك بحلها مغلوب آسيدي مغلوب مش مشكلة علاش لأنه إلا بقيت مستمر في النقاش وفي الجدال غادي تمشغل التنافور اللهم حافظ على المودة ولو أن تغلب أشي مشكل يقولوا النسرات تغلبتي يقولوا النسرات ما مفزتيش بهذا الجدال عسيدي مفزتي معكم ولكن أنا رفزت مع مع الله سبحانه وتعالى نعم خسرت أنني نسمى ربح في النقاش ولكن ربحت بيت في الجنة أيهما أغلى قال لك شو واحد كان عاقل وكبير في السن وصحته الحمد لله مزيانة ويقول لواحد قال لي يا لش أنت ملي ملي كبير هكا في السن وتبارك الله صحتك مزيانة قال لي أنا ما كانت جادل مع أحد تقول لي شو واحد هاديك حلا نقول ليك حلا يقول لي يا لراه بيدا نقول لي صافي راه بيدا قال لي ما يمكنش قال لي ما يمكنش دليه المتحان في البلسة قال لي ما يمكنش قال لي صافي ما يمكنش وانت بقى نتجادل معك بي نورا يمكن ما يمكنش يعني هاد الجدل لاش واخد جادلوا يمكن ما يمكنش يمكن ما يمكنش ومن بعد النتيجة قعش بنا نستفدو من نهاية كان الناس لكي تخصبوا في مجلس وغير على مسائل إما مسائل فنية مسائل سياسية مسائل جغرافية ودلقى النقاش الحاد والطاقة التهضر كون هادوك الناس غير سكتوا وقالوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كون صاف عبده من الملائكة ولكن لا يعني النقاش والجدال واضح فلذلك وخصوصا هادش دي الوسائل التواصل وسائل التواصل لقى الناس شي جدان تتجادلوا فيه لو سكتوا لكان خيرا لهم لو سكتوا لكان خيرا لهم فلذلك اخوة الكرام رأى من المسائل التي تعمق الأخوة هو إنهاء الجدان وإنهاء المرة أيها الإخوة الفضلاء الكرام حتى لا يعني أطيل عليكم يعني هناك مسائل أخرى يعني من وسائل تعمق الأخوة ومفسدات الأخوة وهي مسائل تقرب من خمسة عشر مسألة يعني احتل نمر عليها مرر الكرام كما يقال نرجعها إن شاء الله تبارك وتعالى لمجلس قادم المهم أن نحفظ هذه الثمرات وهي ثمرات الأخوة هي ثمرات عظيمة وثمرات كبيرة جدا هذه الثمرات العظيمة لا بد لنا من من ثمن يعني ما يمكنش نجنيو واحد ثمرة إلى ما أدنش واحد العمل وهذاك العمل يعني خصنا نجتهد فيه لأن هذه الأشياء التي ذكرتها كعناوين هذه تحتاج في تطبيقها إلى إلى مدد من الزمان لأنه لابنا نهضر على حسن الظن لأنه لابنا نهضر حسن الظن حتى يقول لك خلق لابنا نهضر مثلا على أن تقبل من الإنسان ظاهرة وأن لا تنقب على ما وراء ذلك لابنا نهضر مجاهدة لابنا الإنسان يقول من الأخلاق دياله الإغضاء وعدم الاستقصاء راه لا بغى الإنسان هذه القضية هذه راه يحتاج إلى إلى مجاهدة كذلك النصيحة كذلك إنهاء الجدال هذه مسائل تربوية تحتاج إلى ممارسة لأن هذه الأخلاق هذه راه لا بد من ممارستها ولا بد من الفشل فيها لا بد الإنسان يمارسها ويفشل واحد المرة بشي مشكل يفشل ويعود صحح ويعود صحح حتى تولي له هذه الأشياء خلقا لأن إمتى غادي تسمى بأنه فعلا إحنا اكتسبنا هذه المهارات يعني الحفاظ وتعميق أواصر الأخوة يعني حينما نمارس هذه الأشياء بدون تكلف يقول لي فينا قبول الظاهر بدون تكلف يقول لي فينا حسن الظن بدون تكلف لأن هذا هو معنى أن تصبح خلقا لذلك الغزالي رحمه الله لما عرف الخلق قال هو يعني هو هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأعمال من غير حاجة إلى فكر ولا روية هذا هو المعنى للخلق الحسن قال لك هو هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأعمال من غير حاجة إلى فكر ولا روية إذن فمنهار نوليوتان مارسوا هذه الأخلاق هذه الأخلاق هذه كار مارسوها بدون احتياج إلى التفكير بدون احتياج إلى مجاهدة النفس هذه الساعة غد تسمى بأنه رأى ولدت لنا هذه الأشياء أشياء التي هي خلق ولدت دخل في هيئتنا الراسخة في النفس مدام أن هذه الأخلاق مجلس تنهش عمليا ما كنديروهاش بشكل تلقائي ولا درناها تنديروها على مضد رغم زال ما تخلقناش بهذه الأخلاق فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو ونترك الكلام في بقية المسائل إن يسر الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء إلى مجلس قادم بإذن الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك شلوان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله